بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وثابعهم بإحسان إلى يوم الدين لكل لمحة ونفس عدنما وسوى علم الله اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى واختم لنا وسائر المسلمين بخاطمة السعادة أجمعين وأدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق وأخرجنا وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق واجعل لنا من لدنك السلطان النصير أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على شرح كتاب الغاية والتقريب للقارية بشجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلوميما في الدرين أمين فصل في نصاب الإبل وهو متعلق بأبواب الزكاة والنصاب هو الحد الذي إذا وصله المال كان يجب إخراج الزكاة ببقية الشروط إن كان في حولا حولة أو شيء من هذا لكن لابد أن يتوفر هذا النصاب الذي وأدنى منه لا يجب الزكاة في المال فهو أدنى ما يجب فيه الزكاة يقول أول نصاب الإبل خمس وفيها شات أي جدعة جدعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية أو ثنية أو ثنية أحسن ثنية معز لها سنتان ودخلت في الثالث يبقى الخمسة من الإبل يجب فيهم شاء بشروط طبعا المعروفة اللي هي حولان الحول والسوم والملك التام مش كده برضو زي ما قلنا فيما سبق وأول نصاب الإبل خمس وفيها شات الشادي اللي هي ما تصح فيها أن تكون هديا أو أضحية أو عقيق نفس الشروط جزع الضأن يعني سنة ومشي في الثانية إذا كانت من جنس الضأن وإن كان من جنس ماعز تبقى ثانية ماعز يعني عندها سنتان ومشي في الثالثة وقوله وفي عشر شاتان يبقى خمسة فيهم شاء طب ستة شاء سبعة شاء يبدلوا كده الحمد ما يوصلوا تسعة يبدل فيهم شاء بقوا مع عشرة نقلب يبقى فيهم شاتين وفي خمسة عشرة ثلاثة شيا برد الجزء اللي هو بين يعني من الخمسة للعشرة يسموه إيه واقس والواقس ده معناه يعني عفو معفو عنه لا يخرج منه زكاة يسموه واقس واقس يعني عفو تجد هذا الواقس موجود في إيه؟ في زكاة الأنعاب بس لكن زكاة الزهب والفضة والزروع مفيش فيها الواقس ده يبقى وفي خمسة عشرة ثلاثة شيا وفي عشرين أربع شيا وفي خمس وعشرين بنت مخاض بنت مخاض اللي هي إيه؟ يعني بنت ناقة مخاض نيه معناها كده؟ بنت ناقة مخاض يعني أمها حامل بعد ما ولدته مخاض يعني حامل يعني معناها يبقى عندها سنة ومشي في التانية لأن أنت عارف أن الناقة تحمل سنة كاملة 12 شهر المرأة العادية 9 شهور الجمال سنة يبقى إيه ولدتها وقعدت سنة بعدها كم شهر كده حائل يعني ويري حامل ثم حملت سنة وضعت هيبقى إيه كملت سنة ومشي في التانية يسموها بنته مخاض طيب إفرد ما فيش بنت مخاض ياخد بدلها ابن لبون ابن لبون بنت مخاض يعني أنثى الابن اللبون بقى اللي هو إيه أمه ولدت الولادة اللي بعده وبقت تردع يعني بقى فيها لبن يعني معنا سنة ثين ومشي في التالت ده الابن اللبون يعني يبقى أكبر من بنت المخاض بسنة ابن اللبون فهو من حيث السن أعلى لكن لكونه ذكر لا يوجد نتاج فيه فيقوم إيه يقابل بنت المخاض اللي هي أميز منه بالرغم من هي أقل منهم سنة لأنها هي حتنتج عند الفقير يبقى وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل زي ما قلت لك ما فيش بنت مخاض يدي ابن لبون وفي ست وثلاثين يعني من خمسة وعشرين لحد خمسة وثلاثين المسافة اللي بينهم دي الفرق اللي بينهم يسموه واقس الواقس ده عفو واضح يطلع برضو بنت مخاض بقى من ستة وثلاثين لحد خمسة واربعين يطلع بنت لبون بنته لبون يعني سنتين ومشي في التانية يعني الأم ولدت الولادة التانية وبقت إيه ذات لبن بتردع يبقى ساعتها يسموها بنت لبون سنتين ومشي في التالتين وفي ستة واربعين لحد ستين حق والحق سموها حق ليه لأنها استحقت الركوب يقدر يركبها ظهرها استحق الركوب وأيضا حق للفحل أن ينزو عليها دي معناها حق يعني إذا ترق حق للفحل أن يترقها يبقى يسموها حق أو حق لمالكي أن يركب ظهرها يسموها حق الحق اللي هي تبقى من سنة تلاتة لأربعة من ثلاث سنين لأربعة يعني هي مشي كن من سنة لسنتين بنت لبون من سنتين لتلا بنت مخاض من سنتين لتلاتة بنت لبون من ثلاثة لأربعة حقة ومن أربعة لخمسة جذعة ودي أعلى أسنان القبل في الزكاة جذعة وفي إحدى وستين جذعة جذعة قلت لك اللي هي إيه من أربعة لخمسة وسموها جذعة ليه لأنها أجزعت أسنانها الأمامية فقدتها لأن تعرف أن الجمال لما تبلغ درجة البلوغ الكامل تبقى عندها الدروس بس أمام ما فيه السنان أيوة وما يبقاش فيه سنان بقى خلاص يعني اكتملت السنان اللي هي على الجانبين لكن ما فيهش فيه المقدم في لغة البنيانمين أهتم يعني ما قالوش إيه سنايا فإذا نزل دول يما معنا خلاص بيوصل لتسن الرجولة بقى فأكامل يعني يسموه جذعة وإحنا حتى نقول إيه الجذعة ده جذع جذع يعني إيه راجل يقول دي أصل جذع عند المصريين ولكن الراجل ده جذع جذع يعني راجل متين يعني وفي إحدى وستين جذعة كل دول ولا سن من دول لا البنت المخاض ولا بنت اللبون ولا الحقة ولا الجذعة تصلح أضحية ولا هدي ولا عقيقة لازم يبقى سنها أكتر سنة يبقى خمسة ومشة في ستة عشان تصلح يسموها ساعتها إيه ثانية إبل ثانية إبل اللي هي تصلح هدي أو عقيقة أو أضحية يبقى معناها عدة خمس سنين لو حاجبها في الأضاحة لكن في أبواب الزكاة أعلى حاجة الجذعة اللي هي إيه من أربعة الخمسة دي أعلى سن في أبواب الزكاة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين لحد تسعين تبقى بنت لبون ومثنى بنت لبون بنت لبون اتنين يعني وفي إحدى وتسعين لحد مية وعشرين حقتان وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى آخره ظاهر غني عن الشرح طيب وبنت المخاض عايزي عرفها لك بقى لها سنة ودخلت في الثانية وبنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة والحقة لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة والجذعة لها أربع سنين ودخلت في الخمسة في حاجة اسمها الجبران تاعتصد بلك بنا الجبران يعني إيه يعني افرد وجب إن أنا أخذ من هذا الرجل حقة الرجل ده ما عندوش إلا سنة أقل من الحقة ما عندوش حقة وجابي الزكاة عايزي أخذ منه حقة عنده بنت لبون يوم ياخد بنت لبون وفقها شتين يسموه جبران كويس أو عشرين درهم طب افرد إن هو المفروض إنه كان يطلع بنت لبون وما عندوش بنت لبون عندو حقة يوم ياخدها جابي الزكاة ويددي له شتين الباقي تهمت إزاي؟ أو يدي له عشرين درهم تهمت علشان يقدر يفك يعني يعني عارفت ما بتدي حاجة وتاخد الباقي أو ده اسمه الجبران يعمى يدي له الأعلى وياخد الأقل يقل الفرق يعني يعمى يدي له الأقل وزائد الفرق فالجبران بيبقى غالبا إيه عبارة عن شاتين بالشروط اللي احنا قلناه أو عشرين درهم ما يعادلهم يعني وقوله ثم في كل أي ثم بعد زيادة التسع على مئة ويحدة وعشرين وزيادة عشر بعد زيادة التسع الجملة مئة واربعين يستقيم الحساب في أن كل أربعين في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة كل ما يلاقي أربعين يبقى فوق المئة واربعين مئة واربعين فما زاد كل أربعين ياخد منهم بنت لبون وكل خمسين ياخد حقة ففي مئة وأربعين حقتان وبنت لبون لأن المئة واربعين فيهم إيه خمسين وخمسين يبقى حقتان وفيهم أربعين يبقى إيه بنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث خمسنات ثلاث حقائق حقاق وهكذا وذا يتلك وما بين النصابين يسمى وقصا أي عفوا لا يتعلق به ذكذا فصل في نصاب البقر وأول نصاب البقر الثلاثون يبقى اللي قبل الثلاثين في البقر عفو واللي قبل الخمسة في الإبل عفو واللي قبل أربعين في الشياء عفو يبقى نصاب وأول نصاب البقر ثلاثون ويجب فيها وفي بعض النسخ وفيه أي النصاب تبيع تبيع اللي هو إيه زي بنت بنت المخار بس تبيع هنا ذكر طبعا لو تبيع يبقى إيه من باب أولى لأنها أفضل لكن تبيع هنا يجوز التبيع وهو الذكر ويبقى عمره عمر بنت المخار اللي هو سنة ومشي في الثانية سموه تبيع لي عشان بيتبع أمه ماشي وراها على طول سموه تبيع ابن سنة ودخل في الثانية سمي بذلك لتبعيته أمه في المرعى ولو أخرج تبيعة يعني مؤنثة أجزأت بطريق الأولى لأن المؤنث في الحيوان أعلى لأنه حيولد غيره طيب من الثلاثين نطلع تبيع يتبو أربعين ويجي في أربعين مسنة المسنة اللي هي سنتين وشف تلك طيب بين الثلاثين والأربعين وقس عفو كيش حاجة واضح سميت بذلك مسنة لي لتكامل أسنانها ولو أخرج عن أربعين تبيعيني أجزأ على الصحيح لأن التبيع إحنا قلنا التبيع سنة والمسنة سنتين فلو ما عنديش أنا مسنة أطلع اتنين تبيعيني يبقى طلعت سنتين وعلى هذا أبدا فقس يعني وفي مئة وعشرين فيهم كم أربعين فيهم ثلاثة أربعينات يبقى ثلاثة مسنة طيب فيهم كم ثلاثين فيهم أربعة يبقى أربعة أربعة أتبع يعني المئة وعشرين فيهم ثلاثة أربعينات يبقى ثلاث مسنات وفيهم أربع ثلاثينات يبقى أربعة أتبع فصل في نصاب الغنم وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثانية من المعز وسبق بين الجزعة والثانية عرفنا الجزعة اللي هي من جنس الضأن سنة ومشي في الثانية والثانية المعز سنتين ومشي في الثالثة والبداية عندنا النصاب أربعين يبتني من أربعين وقوله وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان يعني من أربعين لمية وعشرين واقس عفر واللي ده يطلع شهر من أربعين لمية وعشرين يطلع إيه شهر يبقى عفر زادت واحد بقت مية واحد وعشرين يطلع شاتين لحد امتين وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياة يعني بعد كده أن في الربع مية أربعة يبقى في كل مية شاة ومشي على كده سهلا وفي أربع مئة أربع شياة ثم في كل مئة شاة إلى آخره ظاهر غني عن الشرح يشتري شاة يشتري ويجيبها حضرها بس ده نادر تملي اللي عنده قبل بيبقى عنده شاة فصل في زكاة الخليطان الخليطان يزكيان يعني أنا عندي عشرين شاة واخوة عنده عشرين شاة الاتنين بيرعوا مع راعي واحد يبقى مربعين الاتنين يبقى هنطلع شاة واحدة أنا نصيبي فيها نص هو نصيبي منص والخليطان يزكيان بكثْر الكاف ذكاة الشخص الواحد والخلطة قد تفيد الشركين تخفيفا بأن يملك ثمانين شاة باستوية بينهم يعني أنا عندي اربعين شاة وأخوي عندي اربعين شاة اختلطوا باهم ايه ثمانين شاة عليهم شاة واحد لو ما كناش خليط كنحن نطلع شاتين كل اربعين نطلع شاة فهنا فادت بايه فادت بالتخفيف يعني الخلط فاد تخفيفا فالزموه ما شاء وقد تفيد تثقيلا بأن يملك أربعين شاة باستوية بينهما أنا عندي عشرين وأخوي عندي عشرين لو مش خليط مش هيجب علينا حاجة لكن لما بقينا خليط بقينا أربعين واجب شاة واضح شاركين مخلطين مع بعض يعني شركة مع بعض في عدد معين من الحيوان قد يكون على الشيوع وقد يكون على التجنيل يعني ممكن أكون أنا معلم ودان الشياء بتاعتي بحاجة معينة فأنا أعرفهم في وسطهم دول بتوعي أو رابط رجل الشياء بلون معين يعملوا كده ساعة أما تشتري العجل يروح رابط عليه بتاعه ويكتب عليه اسمك لمؤاخذة يعني أنا مردتش لما جايب بالعين ويرداش يكتب عليه اسمك كانوا زمان يكتبوا يسري تصدق؟ قلنوا ما يساحش تكتبوا يسري عليك قلنوا يا عم لو تخلطوا أحسن ما تكتب عليه اسمك نحن سنقول الشروط إمتى بقى الخليطة اللي ناخد منه لها شروط لها شروط حتي وقد تفيد تخفيفا على أحدهما وتذخيل عن الآخر كأن يملك ستين لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها يعني إحنا الاثنين نملك ستين مع بعض أنت تملك أربعين منهم ونملك عشرين أنا العشرين بتوعي لو كنت منفرد مش هتطلع حاجة لكن لما اجتمعوا معاك هنطلع شاء أنت مسؤول عن تلتينها وأنا مسؤول عن تلت شاء تهمتني بقى إزاي وقد يكون تخفيفا على أحدهما فخففنا على بتاع الستين طلع تلتين شاء وثقلنا على بتاع العشرين بقى مسؤول عن إيه تلت شاء لو كان لواحده وكانش هتطلع خالص والتاني لو كان لواحده بالأربعين كان هتطلع شاء كاملة فخففنا على واحد وثقلنا علىه عشان كده بيقولك إيه وقد لا تفيد تخفيفا ولا تسقيلا كأن يملك مئتي شاب السوية بينهم إيه بقى كل واحد شاء وخلاص تتهي وإنما يزكيان زكاة الواحد يزكيان الخليطان بزكاة الواحد إمتى بسبع شرائط الشروط دي بقى إذا كان وفي بعض النسخ إن كان المراح واحدا المراح اللي هو بلغة المصريين الزريب يعني بيباتوا في حتة واحدة يبقى المراح اللي هو المكان اللي بيستريحوا فيه بيباتوا فيه بالليل لو كان الزريبة واحدة دي أول شر وهو بضم الميم مأوى الماشية ليلا والمسرح واحدا والمراد بالمسرح الموضع الذي تسرح إليه الماشية هي الأحسن الموضع التي تكتمع فيه الماشية ثم تخرج للمرأة والمرأة والراعي واحدا والفحل واحدا أي إن اتحدى نوع الماشية فإن اختلف نوعها كضأن وماعز فيجوز أن يكون لكل من فحل يترك ماشية والمشرب يعني المكان اللي بتشرب منه واحد كعين أو نهى النوارين واحدا وقول والحالب واحدا هو أحد الوجهين في هذه المسألة والأصح عنا مشترات اتحاد الحالب الشط اللي بيحلب واش ممكن عندكم مال كدير بيحلب وكذا المحلب اللي هو الإناء اللي حيحلب وموضع الحلب الحلب بفتح اللام واحدا وحكى النووي اسكان اللام الحلب هو اسم للبن المحلوب ويطلق على المصدر وخلق عدو وهو المراد ومنى فصل في نصاب الدهب والوارب ونصاب الدهب عشرون مثقالا المثقال دينار الدينار ربعة وربع جرام دهب عير واحد وعشرين إما العشرين فاربعة وربع يطلع خمسة وتمين جرام دهب إبه هذا نصاب الدهب تحديدا بوزن مك والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم وفيه أي نصاب الدهب ربع العشر وهو نصفه مثقال ربع العشر هو اتنين ونصف في المئة ماذا؟ لأن نصف العشر خمسة ربع العشر هو اتنين ونصف الخمسة اتنين ونصف في المئة وعشان كنا قال إيه ربع العشر وهو نصفه مثقال لأن العشرة حيبقى ياخذ منها ربع وعندنا العشرون عشرتين يبقى ربع وربع يبقى نصف يبقى نصف إيه؟ مثقال وفيه ما زال على عشرين مثقال بحسبه إيه ما ما فيش واقس عندناش واقس إيه عندناش عفو فيه ما زال كله بالمجموع كله ربع العشر ونصاب الورد بالكسر الرائي وهو الفضة مئة درهم الدرهم اتنين وتسعة من عشر جرام فض ثمتين يطلع خمسمية وتمانين جرام فض وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد على المئتين بحسابه وإن قل الزائر ولا شيء في الممشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه لصابه ولا تجد في الحلي المباح زكاة أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وخنثة فتجد الزكاة فيه يعني حلي يستعمله رجل هذا حلي محرم كويس؟ يبقى يجد فيه الزكاة لكن حلي المتعمل برأة لحلي مباحة مذب الشفية خلافاً للأحناد فلا زكاة فيه إلا أن يزين عن القيم الزائد ومن ضمن الحلي المحرم اللي هو أن يكون في صورة هنين لأن الإناء يحرم استعمال وقتنا فسواء كان لملك رجب أو امرأة يجب فيه الزكاة لأن الحلي محرم والله تعالى أعلى وأعلم فنكفي بهذا وسلم المريض اليوم